موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم مزيدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وعذنا يا ربنا من الزلل معي مجموعة مكالمات تفضلي خالد خالد من عمان تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيف الحال يا شيخ مرحبا خالد يا شيخ معمدي بعض الأسئلة تفضل فالأول يا شيخ معنا فئة من المعاقين فيهم يعاقة شكليا وعقليا ومع يعاقتهم ما يتركون أي فرض ويدامون على الصلاة وصومون رمضان وحتى يصلون قيام ليل مع أنهم ما دار فيه وعملتهم مع الناس جدا طيبة لدرجة أن بعض الناس يتمنون أن يكون لهم ولد معاق بدل من ولد عاق فسؤالي ما مصير هذه الفئة من المعاقين يوم الحساب وهل هذا بلاء من الله لهم أو لوالديهم شاء الله يا خالد سؤال الثاني ما حكم تزوي المعاقين والمجانين بالإكراه وبدون إكراه يعني بشعورهم وبدون شعورهم خاصة النساء بالإكراه يعني سؤال الثالث بالإكراه يا خالد بالإكراه وبدون إكراه يعني طيب يا خالد سؤال الثالث نعم ما صحة حديث بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي استجد فلدغته عقرب في أصبع فانصرف وقال لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره ثم دعا بإناء فيه ماء وملح إلى آخر الحديث إن شاء الله وهل هذا الحديث يدل على إن الماء والملح يعالج في الرقية الشرعية والسحر إن شاء الله يا خالد آخر سؤال يا شيخ فضل ما نصيحتك للأشخاص الذين يقولون لإمام المسجد إنه يقرأ سور فيها آيات طويلة وأنه يسرع في القراءة وبعض الناس ما يعرفون إن القرآن فيه علامات وقف يقب على القارئ اتباعها شاء الله يا خالد مشكور يا شيخ مرحبا فضل يا محمد مرحبا الشيخ مرحبا أهلا وسهلا شكرا الحال خير ونعمة الله يسلم حالا تفضل يا محمد الشيخ عندي سواء الواحد تفضل أسمعك دائما تكلف بالتلفزيون عام بحقيقة العقيقة العقيقة عقيقة الأولاد نعم إنهم ملزوم أبوهم ملزوم لازم المسؤول عنها يوم الغيامة آه نجينا عندي 13 ولدين 13 ولد نعم إن شاء الله مبارك 11 بنت و2 أولاد نجينا والأول كانت من قبل في الماضي كانت بروحي ضعيفة شعبان نعم نجينا محمد نعم إن قطع تقطع عند الاتصال كيف قلت لي لا 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 فهمت هذا بعدها وش بعدها ظروفك كانت تعبانة وبعدين نعم ظروفك تقول كانت تعبانة وبعدين أنا كنت في أحوالي اللي هو التعبانة بعد الآن مرتاح الحمد لله بعضهم اشتغل وتوظف وتدول اي يعني تبغى تعقعدهم الآن ها إن شاء الله يا محمد ثم يقطع أتكرهم إن شاء الله يا محمد إن شاء الله ثم يقطع أتكرهم أقول لك خلاص وضح وضح السؤال الله يرضى عليك وضح السؤال أبشر إن شاء الله بعد شوية ها تفضل تفضل ولا أفكر أني تفضل عنهم كلهم ولا لا ما أذكر في الزبان هذه يعني تقول أنا أنت ما تذكر أنك عقيت عنهم أو لا أو عفاة عن حد وحد ما عفاة عنهم طيح أبشر إن شاء الله أبشر يا محمد أبشر يا محمد إن شاء الله حول الله مرحبا تفضل يا محمد محمد من العين تفضل لما عليك شيخ حزير عليكم السلام ورحمة الله كل عام أنت بخير إن شاء الله أنت طيب طيب عندي قطعة أرض استثمارية أي وأعطيها البنك يعني أنا بيدفع شيء والبنك بيدفع شيء وبيعطوني النسبة وبيكتبون بيني وبينهم عقد كده كده سنة هل هذا اللي يعطوني إياه حلال ولا حرام يعني أنت تأجر الأرض على البنك لا مش ألأجرها كانك فاطن يعني أنا عندي تمويل من الحكومة أي وللتمويل هذا ما يكفي يعني بتقول ثلاثة مليون عطتني الحكومة قرض أي نعم بدون فوائد طيب لكن المشروع وصل كانك فاطن أربعة مليون أو خمسة مليون آه وبيوفون بيوفون البنك أنا ما عندي أوفي عادة غيره طيب بيوفي البنك وبالبنك تقاتبنا ويكون هو يبنيها ويعطوني نسبة أي هذا النسبة اللي يعطوني إياها هل حلال ولا حرام نسبة حتى يكتم المبلغ اللي لهم وبعدين ينقرون هذا البسمك كامل نعم حتى يتملك أرضي نعم أو بناياتي واضح محمد واضح أبشر بارك الله فيك بارك أبو عصام بعد ما شغل بهذه المهنة وبعدين سويتها صارت شنو هي حكمها يعني يا أبو عصام أنت تقول من خمسين سنة تشتغل في المهنة هذه أي وبعدين الشغل اللي عطوك إياها أنت ما كنت تعرفها ما كنت تعرفها فقلت لهم هذا ما تصير وسويتها ونجحت طيب السؤالك كنت لهم إذا صارت ما أشتغل بعد يعني أنت قلت لهم إذا اصلحت معي أنا ما أشتغل أي قلت لهم ما تصير طيب وبعدين بعدين ما أعرف شنو الحل بيها يعني خمس حرام حلال أنت حلفت يعني حلفت أنت طلقت نذار لا ما حلفت بس قلت لهم فقط كلمة هذه واستمرت بشغلك عادي استمرت طيب يا أبو عصام سؤال آخر سؤال آخر عن سجود السهو يعني نوبات أصلي رقعة وأنت يعني أصلي رقعة أو رقعتين أو أصلي رقعتين ما أصلي أربعة ألو رقعتين نعم شون هاي نفس مال ثلاثة شاء الله يا أبو عصام شكرا شيخنا عفوا أهلا وسهلا فضلي صلاح أيها السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ عندي سؤال بخصوص صدق السلمات نعم عندي مال في المصرف طبعا تراكم بنزول الراتب المرسل الشهري ينزل بالمصرف وأخبرت أنا بالأمس أننا في ليبيا لا نستطيع الساحب ساحب أما لو تعثل نصاب فلو فلو دفضل يا شيخ كم النصاب الزهد كم جرام كم جرام بعيا سمارتاش شاء الله يا صلاح ونقر كم أدفع على الألف صدقاء تدفع عن إيش ونقر الثالثة بيطر أتفضق على هذا المال وأنا لا أحصل عليه لا أستطيع الصحة ليس عندي ما أتفضق عليه أخذ جزء بسيط كل شهر أو شهرين أخذ جزء بسيط أتفضق منه فأصبحت حائر لا أعرف كيف أتصدق يعني وكم هي الصدقة شاء الله يا صلاح أبشر يا صلاح طيب نكتفي بهذا القادر خالد بن عمان بارك الله فيه يقول موجود عندنا فئة من المعاقين أحيانا الإعاقة شكلية وأحيانا الإعاقة عقلية يقول سبحان الله هؤلاء لا يتركون فرض ويصوموا الرمضان ويتعاملون معاملة طيبة مع الناس حتى أن بعض الناس يقول يتمنى أن يكون عنده ولد مثل هذا المعاق ولا يكون عنده ولد عاق يقول هؤلاء ما هو مصيرهم وهل هذا ابتلاء أخي خالد بارك الله فيك أولا بالنسبة لما يتعرض له الإنسان من الأمراض سواء هذه الأمراض العضوية أو الأمراض النفسية هذا كله ابتلاء من الله عز وجل ما من شيء يتعرض له الإنسان من مثل هذه الأشياء إلا وهو من جملة الابتلاءات والله جل وعلا يقول ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص لاحظ ونقص من الأنفس والأموال وبشر الصابرين ولذلك ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمهم وأولئك هم المهتدون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه وفي لفظ أصاب منه ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل وكل ما يتعرض له الإنسان من هذه الابتلاءات متى ما انصبر واحتسب الأجر وعامن بالقدر ورضي بالقضاء كان له عند الله المنزل العالي الرفيع وهذه الابتلاءات تطهر الإنسان تنقيه من الذنوب والآثام والخطايا وبالنسبة لهؤلاء الذين فقدوا أداة التفكير والفهم العقل هؤلاء لا يحاسبون يوم القيام وهؤلاء من أهل العلم من يقول بأنهم يدخلون الجنة مباشرة من أهل العلم من يقول بأنه يمتحنون يوم القيام يبعث لهم نبي فيدعوهم إلى التوحيد والإيمان ثم يكون مصيرهم إلى إلى الجنة من استجاب لهذا النبي والمقصود أخي الفاضل بأن هؤلاء الذين فقدوا عقولهم هؤلاء غير مكلفين من فقد عقل غير مكلف لأن العقل هو أداة الفهم وأداة التفكير وهو الآن الذي لما يقول علماء لابد يكون مكلفا يعني عاقل بالغ إلا في قضية الزكاة إذا كان عنده ما لا يشترط العقل بل تخرج الزكاة من مال الصبي والمجنون أما المعاق إعاق شكليا مع وجود العقل لا هذا مكلف ويؤد العبادات على القدر الذي يستطيع لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والجل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا المقصود أخي الفاضل بأن هؤلاء من أهل الإبتلاءات ولذلك هؤلاء يوم القيامة كثير من أهل العافية يتمنون لو كانوا على مثل ما عليه أهل الإبتلاءات لأنهم يمشون وليس عليهم خطيئة لكن في الدنيا الإنسان لا يتمنى الإبتلاءات ولا يتمنى أن يكون ولده معاق ما يتمنى ذلك يعني الأصل أن الإنسان يسأل الله العفو والعافي في دينه وفي إيمانه وفي قلبه وفي عقله وفي بدنه وفي عياله وفي بيته وفي ماله هذا الأصل لكن إن ابتولي يصبر إن ابتولي يصبر ولا يقول واحد والله أتمنى ابني يصير عاق عفوا أتمنى ابني يصير معاق ولا يكون عاق لا يسأل الله الصلاح لولدي يقول الله ما أصلح ولدي لا يتمنى له الإعاقة فلذلك هنا مهم مسألة التوازن مسألة التوازن والمقصود يا أخي الفاضل بأن وجود هذه الفئة بمثل هذه الصورة التي شرحتها لا شك بأن يدل على أن الإعاقة الفعلية يوم أن يعاق الإنسان أو يحال بينه وبين الطاعة هذه الإعاقة شوف الآن اللهم بارك يعني عندها إشكالات عضوية وصحية وكذا ومع ذلك يصلون يرحون للمساجد ويصومون الرمضان وكذا ما كانت الإعاقة سبب أو حائل بينهم وبين طاعة الله وبعض الناس الله معاه فيه ومعطيه ومان عليه ومع ذلك للأسف الشديد يعني لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى معطيه الله الصحة في بدنه معطيه الله سبحانه وتعالى المال معطيه الأمن في وطنه وفي بلده ومع ذلك يقصر في الطاعات والعبادات وإذا هذا أتلقي ربه ندم قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيأتي الجواب كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون خالد يسأل عن حكم تزويج المعاقين يقول هل يعني يجوز تجويجهم سواء كان بالإكراه أو بغير الإكراه خاصة للإناث يعني أخي الفاضل بالنسبة للزواج الزواج طبعا هي علاقة علاقة شراكة بين اثنين بين رجل بين ذكر وبين أنثى وهذه العلاقة مبنية على قواعد ومبنية على شروط ومبنية على أركان فإذا توفرت هذه الأركان كان الزواج صحيحا ومن جملة ذلك وجود الولي ووجود يعني الزوجان الخاليان من الموانع ورضاء الطرفين البنت سواء كانت بكرا أو ثيبا لا بد من رضاها وكذلك وجود الشهود وإشهار النكاح وكذلك المهر يذكره العلماء ضمن الواجبات وبعضهم يجعله ضمن الأركان هذه إذا توفرت صح العقد وبالنسبة للإعاقة يعني على قسمين العاقة العقلية إذا كان إنسان مثلا مجنون كما ذكرت أو فاقد لعقله الطرف الآخر لا بد أن يعلم بذلك يعني رجل يريد أن تزوج امرأة مثلا مجنونة أو فاقد لعقلها لا بد أن يخبر بذلك بأن هذه المرأة هذا وضعها تقبل فيها ولا لا أو العكس المرأة يقال له والله هذا رجل يفاقد لعقله أو عنده زهايمر أو عنده مثلا جنون تقبل فيه ولا لا يعني لا بد من الكشف ولذلك صح زواج المجنون الفقه جميع اتفقوا على أن زواج المجنون جائز بشرط أن يعلم الطرف الآخر ما يتعلق بالإعاقة البدنية إذا كان إعاقة لا بد أن يخبر ولذلك عندنا أمور التي يعني ما يسمى بالأمور التي العيوب التي يرد بها النكاح هذه التي تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع بين الزوجين أو تؤثر على أحدي أو يؤثر على الآخر هذا إذا كان الزوج مطلع على هذا أو الزوج مطلع على هذا ورضي رضي بأنه حتى لو كان يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع وقال أنا راضي بهذا أو هي تقول أنا راضي بهذا ما أحد يجوز لا يجوز لأحد أن يحول بينه وبينها أو بينها وبين الزوج فيجوز يا أخي الفاضل تزويجه لكن قضية الإكراه ما عندنا شيء اسم إكراه ما عندنا شيء اسم إكراه ولذلك العلاقة الزوجية المبنية على الرضا النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة يقال لها الخنساء بنته أظن خزام فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه يعني ولد عمها إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته يعني كان رجل يظن عنده مشاكل وعنده كذا فقال النسلم فرد الأمر إليها النسلم قال الأمر إليك تقبلين فيه ولا لا يعني أنت صاحبة الحق فقالت يا رسول قبلت بما أمر أبي لكنني أردت أن أخبر أن النساء لهن كلمة وحق ولذلك الآن الذي يشاع عن المسلمين أو يشاع عن الناس أنه والله يعني يكرهون البنات غير صحيح وكذب هذا وافتراء ولذلك المرأة يعرض عليه الآن اسألوا أي واحد يعقد النكاح مثلا المأذون الشرعيين المأذون الشرعي ما يعني يكمل عملية عقد النكاح حتى يسأل البنت فإذا كانت مكرهة يرفض الإكمال العقد النكاح ليش لأن هذا حق لها هذه حياء أيضا هذه حياء ولذلك أخي الفاضل هذه المساء المبنية على الرضا مبنية على الصراحة والصدق والكشف كشف الحقائق يعني هذا فيه مشكلة فلانية وهذا فيه المشكلة فلانية الرضية الحمد ما رضية الأمر راجع إليهما خالد يسأل عن صحة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يصلي لدغته عقرب ثم قال لعن الله العقرب ما تركت نبيا إلا ولدغته ثم أمر بماء ووضع فيه الملح ثم وضع أصبعه يسأل عن صحة الحديث ويسأل هل استعمال الملح مع الماء نافع في قضية العين وفي قضية السحر وغير ذلك أخي خالد بارك الله فيك أما الحديث فصحيح أما الحديث فثابت فالنبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب في ليلة من الليالي وقال لعن الله العقرب ما تركت نبيا إلا ولدغته أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك العقرب من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر من العقرب الأمر الآخر النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب الماء والملح نعم الحديث صحيح فوضع أصبعه فيه لأن هذا مجرب على أن الملح الذي في الماء سبب من أسباب زوال السمية الموجودة في اليد التي سببها لدغة العقرب وهذا أمر هو من جملة الأسباب الأسباب الطبيعية العادية أما قضية استعماله في قضية طرد العين هذا غلط لماذا؟ لأن الآخر ما دل عليه الرسول استعمله في لدغة العقرب ولما حصل أن أحد الصحابة أصيب بالعين ما قال استعمل الملح أمر بأن يتوضأ العائن وصب عليه وشفيه في قضية السحر ما قال جيبوا الملح ورشوه في البيت ولا رشوه في كذا وكذا ويطرد الجن أو السحر هذا غير صحيح لماذا؟ ما استعمله النبي سلم مع وجود المقتضي وجد الجن وجد شك بعض الصحابة جميعا ما يتعرض له من الجن ما قال استعمل الملح وإنما قال له يعني أمره بالقراءة المعوذات وبآية الكرسي وأيضا بالرقية الشرعية فاستعمال الملح في قضية لدغة العقرب مشروع لنه طبيعي أما استعماله في أمور من وراء الأسباب يعني أمور مثل العين ومثل الجن ومثل السحر هذا يحتاج إلى نص ولذلك النصوص ما أمرت بهذا فيستخدم يبقى في تداوي طبيعي تداوي عضوي طبيعي أما في مساء طرد الأرواح الخبيثة أو شيء من هذا القبيل هذا في الآيات القرآنية وفي الأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد يريد نصيحة يقول لجماعة مسجد يعني دائما يتكلمون على الإمام ويقولون يطول في الصلاة ويقرأ سور ويسرع ويقول ما يفهمون معاني الوقف وشيء من هذا القبيل حقيقة أولا نصيحة للإمام نصيحة لأمة المساجد أن يتقوا الله في جماعة المسجد وأن يصلوا بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلتزموا توجيهات وأوامر ونصائح النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام قال واقتلي بأضعفهم وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة والتخفيف لا يعني به الإخلال لا وإنما التخفيف الذي يناسب أضعف جماعة المسجد يعني يشوف أكبر رجل من حيث السن والعمر ويصلي بالصلاة التي يستطيع هذا الرجل ولا يطيل بهم الإطالة الفاحشة لأن من أئمة المساجد من يصلي صلاة يتعب المأمومين من خلفه وقد ينفرهم عن الصلاة لا يتحبب إليهم وتودد إليهم ويبين لهم يعني أنه صلى هذه الصلاة لأن فلان رجل الكبير هذا موجود معهم لأنه نسلم قال واقتلي بأضعفهم ويقتلي بأضعفهم فمهم جدا ولذلك بعض أئمة المساجد يقول لك لا والله أنا أريد أن أصلي باللي أقدر وهذا غلط لا تصلي باللي تقدر لما تصلي وحدك تقوم الليل ولا تصلي الضحى ولا تصلي السنن أما صلاة الفرض لا ولذلك العلماء مثلا في قضية التسبيحات قالوا التسبيح الواحدة في الركوع والسجود واجبة في أصح قولي أهل العلم وأقل وأدنى الكمال ثلاثة وأعلى الكمال عشرة هذا في الجماعة إذا كنت إمام مسجد أما إذا كنت لوحدك سبح مائة مرة في الركوع سبح مائة مرة في السجود إذا صليت لنفسك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء ولذلك نصيحتي لإخواني أعمة المساجد بارك الله فيهم أن يتقوا الله في المأمومين وأن يراعوا أحوال المأمومين هذا أمر الأمر الثاني على جماعات المسجد أن يتقوا الله في الأمة للأسف الشديد كان الناس قديما يعني إمام المسجد له ثقل عند الناس وله قيمة وله مكان وله منزلة ولذلك للأسف خفت هذه المنزلة عند أغلب الناس الآن وأصبح إمام المسجد أشبه بإنسان والله أنت جالس تأدي شيء لنريد نحن وهذا غلط لا يجوز لأحد أن يتدخل في قضية إمامة المسجد بخاصة إذا كان بالباطل يعني بعض الناس الآن بعض إمات المساجد يعاني أزمة هذا يقوله طول وهذا يقوله لا قصر وهذا يقوله توسط هذا غلط لذلك أخواني بارك الله فيكم ينبغي الإنسان إذا كان عنده ملحوظة على إمام المسجد ما يروح يتكلم أمام الناس وإلا يرفع صوته في المسجد وإلا في المجالس يغتاب إمام المسجد ويهدي حسناته لإمام المسجد لا ينصح يا مطوعنا يا حبيبنا يا الطيب لو خففت شوي أو مثلا لو مثلا زدت شوي هذا الكلام الطيب يمكن هو عنده عنده سبب يقنعك فيه أنه ما طول لأنه عنده شيبان في المسجد ما يبغي يطول عليهم يصعب عليهم التطويل وإذا قصر وإذا طول يمكن يقنعك يقولك والله أنا ما طول هذا القدر الذي وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من الناس سبقي مثل ما يقولون كأنه يريد فقط يلقي هذا الصلاة عن ظهره ويمشي لا غلط الصلاة عبادة الصلاة صلة بين العبد وبين ربه وإمة المساجد طلبت علم فالغالب عندهم يقف عند هناك وقف واجب هناك وقف جائز فيحتاجون يعني أنهم يقفون أحيانا فقضية الله تقول لك لازم تقرأ قراءة سريعة وتقرأ قراءة سرد مثلا ولا تقف هذا خلط هذا يراجع لإمام المسجد فاتقوا الله يا أخواني وخلوا المساجد تبقى لا هيبتها واحترامها وقدسيتها والعبادة الجليلة هذه اللي نحتاج إليها الآن خاصة الصلاة بخشوعها وبتدبر مهم جدا أننا نساعد الإمام حتى فعلا نؤدي هذه العبادة ونرتاح لما نطرع من المسجد نشعر بأننا فعلا ذقنا طعم الإيمان ونطرع صدورنا من شرحة ليست صدورنا ضيقة مثل بعض الناس الآن يدخل زعلان ويطرع زعلان ليش؟ لأنه أصلا تدخل في شيء ما لا علاقة فيه ما لا علاقة فيه هذه اختصاصات إمام المسجد وأنا كما يعني وصيت إخواني وصيت أئمة المساجد ودائما في هذا البرنامج أرسل رسائل لإخواني أئمة المساجد بأن يتقوا الله ويتفقهوا يتعلموا ويكثروا من القراءة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد يقول عنده ثلاثة عشر ولد احد عشر بنت وابنين يقول ما عقيت عنهم ويقول أنا شاك بعد ما أدري عقيت أو ما عقيت وعقيت عن بعضهم أو لا يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة محمد الله يرضى عليك وبارفك أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة يعني أنت يوم القيامة ما يحاسبك الله عز وجل عليها يعني ما ما يكون تركك لها آثم يعني ما ترتكب ما يكون قد ارتكبت إذما تعاقب عليه لا هذه سنة مؤكدة الأمر الثاني هذا حق للمولود على على والده فالولد من حق على أبيهم منذ اللحظات الأولى لنزوله إلى هذه الدنيا أن يعق عنه لماذا العقيقة العقيقة فيها خير وبركة للمولود وفيها طرد لحظ الشيطان لأن النبي عليه الصلاة وسم أخبر بأنه ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان بأصبوعه في خاصرته ولذلك حظ الشيطان يزول بالعقيقة بالعقيقة ولذلك العقيقة مهم لا تتساهلون فيها يا أخواني وأخواتي الأمر الآخر ما يتعلق بالعقيقة حق للوالد حق على الوالد وليس على الزوجة مبحق على الأم المخاطب بها الوالد ويجوز للزوجة أن تتبرع بالعقيقة بعض الأمهات تقول لا العقيقة عليه موظفة ما شاء الله أو عندها يعني مال وغنية مثلا تقول أنا أنا تبرع ويجوز لجدهم جدهم يقول آه أنا أتبرع بالعقيقة فالنبي عليه الصلاة والسلام عقع عن الحسن والحسين أبناء بناته فاطمة هو اللي عقع عنهم عليه الصلاة والسلام فيجوز حتى لو جارك ولا صديقك مثلا ولا أخوك مثلا ولا ولد عمك قال عقائقهم علي تمايهم علي يجيب العقائق يقولك هذا ثمنها أو يجيبها مثلا يجوز أهم شيء يكون عندك علم بهذا الأمر الآخر الأمور يا أخو محمد على الاستطاعة الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتهم وأنت ما تكلف الآن أنك تقوله أنا والله في وقت ما عندي قدرة أنك تعق عنهم غير مكلف تقوله الآن والله أموري طيب والحمد لله أدي هذا اذبح عن الولد كل ولد ثنتين وعن البنت شات واحدة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وإذا حبيت تذبح عن كل واحد ذبيحة وحدة فقط أيضا يجزل لأنه ورد في الأحاديث عن الذكر أيضا شات واحدة فما دام العدد كبير لو ذبحت عن كل واحد شات كل فترة كل فترة واجعله صدق يعني اذبح حقيقة عن الكبير وتصدق فيه على الفقر والمساكين والشهر الثاني أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة وبهالطريقة هذه حتى ترتاح وهذا يعود بركة على العيال يا محمد بارك الله لك في النية والذرية وفي المال والأهل محمد من عين يقول عنده قطعة أرض استثمارية يقول أعطيتها البنك يقول أخذوها البنك يشغلونه يعطوني نسبة وبعدين تحول إلي طبعا محمد ذكر بأن أخذ أعطي قرض لا فوائد فيه من الدولة يقول نقص علي مبلغ عطيت الأرض للبنك البنك يبني فيها ويستثمرها ويأخذ نصيبه وحقه ويعطيني جزء من هذا يقول هل يجوز نعم أخويا محمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويبارك لك بالنسبة للصورة التي شرحتها لي نعم يجوز وهي أنك تدخل مع البنك في شراكة وهذه الشراكة قائمة على استثمار هذه الأرض فيقوم البنك ببناء معين في هذه الأرض ويتبق معك على أنه سيستثمر هذا البناء مدة عشر خمسة عشر عشرين سنة حتى يسترد المبلغ بما أضاف من زيادات لأنه تحول المال إلى عين ويعطيك نسبة معينة وبعدين تتحول الأرض تتحول مبنى إليك بعد ما يأخذ المصرف حقه ما فيها شيء والحمد لله رب العالم تفضلوا نعم طيب أبو عصام من العراق بارك الله يقول أنا كنت أشتغل بمهنة لمدة خمسين سنة يقول مرة من المرات عطوني شغلة يقول أنا ما أعرفها ولا أعرف أشتغل فيها فألزموني بذلك وقلت أنا إذا نجحت هذه الشغلة ما أشتغل بعد ذلك يقول نجحت الحمد لله الشغلة وستمرت في الشغلة علي شيء لا ما عليك شيء ما عليك شيء يا أخي أبو عصام الله يرضى عليك واطمئن اطمئن طمئنينة كاملة ما عليك شيء الحمد لله أنت لا حلفت ولا طلقت ولا نذرت ولا يعني كذا هو مجرد كلام وقد يكون من حقك أنك تقول مثل هذا الكلام شغلة أنت ما تعرفها ثم ألزموك فيها واشتغلتها ونجحت ها وتفاجأت أنها نجحت ما فيها شيء بارك الله فيك بالنسبة لك حتى لو قلت أنا ما أشتغل شغلة أحيانا الإنسان وقت الزعل ووقت الانفعال يقول شيء ما يحسب لحساب أو ما يقصد أحيانا أو يقوله من باب التهويل يعني يقول هذه الشغلة ما يمكن تحصل ولو حصلت أنا ما بأشتغل وحصلت ما عليك شيء الحمد لله أطمئن بارك الله فيك لكن طيب المسلم أستغفر الله وأتوب إليه الصدقة طيب أحيانا أخوي ابو عصام الواحد يصدر منه أشياء ما يدري عنها ولذلك لماذا شريعت بعض العبادات حتى الإنسان اللي أحيانا الذنوب اللي ما يعرفها وما طلع عليها أو خرجت منه ونسيها تكثرها الاستغفار والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلاة الأرحام والإحسان إلى الآخرين هذا كله من الخير تفضلوا تفضل يوم يوسف أم يوسف من اليمن تفضل عليكم السلام ورحمة الله يا أم يوسف تفضل يا زهراء السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله من جانب المساعدة لأمي في الصلاة فإني وضحتها إنها كبيرة وحقلها الجصري فإني وضحتها على انتهاتي اليمنى فقلت لها أن تتبعني في الصلاة هل هذا يا شيخانا وعيني في طريقة كيف تتبعني في الصلاة إن شاء الله يا زهراء في البيت يا شيخ إن شاء الله شكرا لك يا شيخ عفوان أهلا وسهلا تفضل أم خالد أم خالد من عمان تفضلي أخفض التلفزيون يام خالد أخفض التلفزيون على آخر الله يرضى عليك واسمعيني من الهاتف كم قلتك أنت خبريت أنك لا قلتك أني يا سب العدة العدة هي يا سب العدة خبريتك أنا يوم واحد وحب من اسبوع ثلاثة يعني تلمتك أيوة وش سؤالك اليوم ما هو سؤالك يعني أقلك الشيطان وجد وسوس لي وطلعت برانبال يا سب العدة يا سب العدة طلعت بره وين رحتي وين رحتي رحتي ли طبيب مستشف عند البيب الصالة أه عند البيب الصالة عند البيب الصالة ايه يعني هذا بب الصالة علي بس-بس بأس бس هل واحد أو دمنا أنا شبتي يعني قايم علي البقدار ونعم ثلاثة إن شاء الله يام خالد إن شاء الله عندك سؤال ثاني بس يعني يعني ما قرأتي ما أقرأ قرآن ما تسمع قرآن أسمع بالقلم هذا أسمع الله يحفظك يا مخالد مرحب الله يحفظك يا مخالد بارك الله فيك تفضلي يا رنة رنة من اليمن تفضلي يا رنة طيب أرجع للأسئلة أبو عصام بارك الله فيه من العراق يسأل عن سجود السهو يقول أحيانا أنسف الصلاة ما أدي صليت ركعة أو ركعتين أحيانا أزيد أحيانا أنقص يقول كيف العمل بمثل هذا أخوة أبو عصام الله يرضى لك أولا الصلاة خير موضوع والإنسان إذا جاء يصلي يجب عليه أن يحتاط لصلاته وأن يستعد لها وأن يبتعد عن كل المشوشات والمشغلات وأن يخرج من كل شيء إليها لماذا؟ لأن الإنسان داخل على الله عز وجل أنت رايح لتصلي فيقول الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي ولذلك الآن لو دخلت على وجيه من وجهاء الدنيا تستعد لها بثيابك وتتطيب وتتنظف وإذا جيت عنده أحيانا قلبك وقالبك تستمع لهذا الوجيه من وجهها الدنيا وهذا طبيعي فكيف بيرب الأرباب كيف بإله الناس وملك الناس سبحانه وتعالى ولذلك يا أخواني بارك الله فيك أغلب الناس الآن اللي يعانون مشاكل في الصلاة مشكلتهم لأنه ما عنده هذا الشعور هو داخل للصلاة هكذا فقط ولذلك مهم جدا الحسن بن علي أظن أو زين العابدين بن علي رضي الله عنه بن الحسين بن علي كان إذا وهو يتغير لونه فيسألون خير فيقول أتدرون بين يدي من سأقف أنتم تدرون وين أن رايح أنا سأقف بين يدي الله عز وجل ولذلك يحصل عنده تغير في حاله وفي كذا سيقف بين يدي الله الذي يطلع على خلاجات ضميره وخفايا صدره ولذلك بعض السلف كان إذا وقف في الصلاة ما يتحرك حتى تأتي البلابل والعصافير فتقف على رأسه وعلى كاهليه تظنه شجرة أو جدار ليش لأنه واقف بين يدي الله واقف سؤل بعض السلف كيف تصلي قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة ووقار فأتخير الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة منصوبة أمامي والصراط تحت قدمي ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاة أم لا فالمقصود يا أخي الفاضل وإخواني رسالة للجميع أن الإنسان إذا جاء يصلي يأتيها بسكينة و بوقار و بخشوع ويعرف لا بد أن يعرف بأنه سيقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه مننا خافية الذي يسمع كلامنا ويراح عالنا ويعلم سرنا و نجوان هذا الشعور متى ما إن توفر و متى ما إن كان حاذرا صدقون الإنسان سيعرف ماذا يصلي الأمر الآخر على الناس إذا صلوا لفرادة أن يطيلوا في الصلاة يعني بعض الناس الآن صلاته حركات فقط يقوم و يقعد لا الصلاة خاصة إذا صليت لوحدك فليطول ما شاء و التطويل هذا سبحان الله سبب من أسباب التذبر و التفكر و ضبط أركان الصلاة و عدم تفلت الصلاة من الإنسان و لذلك تقرأ الفاتحة و بعدها سورة و تحرص على أن هذه السورة لما تقرأها تعرف تعرف الآيات تحرص عليها قدر المستطاع و ليس بواجب لكن قدر المستطاع إذا ركعت تركع بخشوع الركوع و السجود هذا ما يكون إلا لله وحده ليش لأن حالة افتقار حالة تذلل حالة انطراح و انكسار حالة ما تصلح إلا لله عز وجل و لذلك المسلم ما يركع إلا لله و لا يسجد إلا لله هذه أعظم هيئتين و السجود أعظم من الركوع أيضا ليش لأن الإنسان طرح نفسه على الأرض و لذلك الآن لما تجي تسجد من السنة أن تجافي عضديك عن جنبيك و أن ترفع بطنك عن فخذيك لماذا؟ حتى يأخذ كل عضو من أعضاء سجودك حقه من العبودية لله عز وجل ما يصير يتكي على هذا و كذا يتداخل عضوان لا السبعة أعضاء هذه بجميع أعضاء البدن كلها تأخذ حقها من العبودية لله عز وجل لأنك عبد لله عز وجل و لذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه و وساجد و الله تعالى يقول و سجد و اقترب يعني الله أكبر حالة السجود مع أنه حالة نزول و يخرر الإنسان إلى الأرض لكن أقرب شيء إلى الله يوم أن تكون على الأرض و سجد و اقترب و نبس الله يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه و هو ساجد و أيضا الاتيام بسنن الصلاة و وضع اليد اليوم على اليسرى النظر إلى محل السجود الإشارة بالأصبع الاتيام ببقية السنن هذا مهم هذا يجعل الصلاة ما تتفلت ما تتفلت لكن إن حصل مثلا مثل حالتك يا أخوي أبو عصام مثلا نسيت ركعة تجيب الركعة و تسجد للسهو انتهيت من الصلاة و بدأت تقول والله ما أدري أنا شاك ركعتين ولا ركعة لا خلاص الشك بعد العبادة مطروح أي شك بعد الصلاة مطروح ما تلتفت إليه أثناء الصلاة أنت الآن صليت و أنت في الركعة الثانية ما تدري تقول الله هذه الركعة الأولى ولا الثانية خلاص اجعلها الأولى و جيب ركعة و تسجد للسهو فإن كانت يعني صليت ركعتين الحمد لله صلاتك كاملة و إن كانت يعني كانت ناقص و جبت الركعة أرغمت الشيطان و أخزيت الشيطان بارك الله فيك و أحيانا أبو عصام و أنت في الصلاة أحيانا لما يلبس عليك الشيطان صلاتك تقول هكذا تدفل عن يسارك بهذه الطريق تدفل عن يسارك تميل شوي و تدفل عن يسارك و تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيم و هذا يعني يخزيه الله عز و جل و لذلك أحد الصحابة جاء إلى النفس و قال يا رسول الله إن الشيطان يلبس علي صلاة فقرأ عليه النفس و دعا له فأذهب الله عز و جل عنه الشيطان و لذلك تحرص بارك الله فيك عموما خلاصة الجواب إذا شكيت في الصلاة تعود إلى الركن تعود إلى الركن تعود إلى الشيء أما إذا شكيت بعد الصلاة ما تعود إليه بارك الله فيك صلاة من ليبي يقول كيف يعني هو يسأل عن زكاة المال و صدقة المال يقول أنا عندي راتب ينزل في المصرف و المصرف يعني ما عنده سيولة يقول كيف أزكي المال و كيف أتصدق و ما هو يعني نصاب الذهب بالنسبة للعيارة 18 و شيء من هذا القبيل صلاة بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة للمال اللي هو النقود طبعا تجيب الزكاة فيه بشرطين الشرط الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول على هذا النصاب فإذا نزل المال عن النصاب قبل حولان الحول معلك زكاة أما إذا حال الحول 12 شهر قمري على هذا المال الذي بلغ النصاب و جبت فيه الزكاة و جبت فيه الزكاة هذا أمر الأمر الثاني بالنسبة لنصاب الذهب بارك الله فيك هو 85 جرام وقضية الحساب أنك تشوف سعر الجرام بالسوق الآن لما حال عليه الحول المال تشوف سعر الجرام كم في السوق وتضرب سعر الجرام ب85 يظهر لك النصاب فالمبلغ إذا كان بقدر هذا النصاب أو أكثر وجبت فيه الزكاة أما إذا كان أقل فلا أما إذا كان أقل فلا يعني أفترض مثلا نقول مثلا جرام الذهب بمئة تضرب مئة ب85 كم يظهر 8500 فإذا كان عندك 8500 فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا كان عندك 8000 أو 7000 ما تجد فيه الزكاة هذا إذا حسبناه بالذهب أما إذا حسبناه في الفضة فتضرب سعر الجرام الفضة ب595 اللي يتمثل 200 درهم إسلامي 595 جرام فتضرب سعر الجرام ب500 يظهر لك النصاب بارك الله فيك ورضي عنك مسألة أخرى هذا المال إذا تعتقد وغلب على ظنك بأنه مضمون إن شاء الله والدولة تحفظ لك وسيأتي اليوم اللي تستطيع السحب منه بكل سهولة يجب عليك أن تزكيه أما إذا كنت تعتقد بأن هذا المال على خطر ما تدري يرجع لك ولا ما يرجع لك يعني الأمر مضطرب وفي حالات يعني وجدت ما تزكي حتى تقبض عن سنة واحدة فقط ولو طالت السنوات أما قضية الصدقة فالصدقة على الاستحباب يا صلاح وعلى السنية فإذا عندك شيء تصدق ولو بشيء اليسير أما تقول الله ما عندي ما عندك عليك بالتسبيح والتهليل فإن صدقة صلاة الضحى صدقة وعانة الرجل على دابة صدقة وصلاة الرحم صدقة وقول الكلمة الطيبة صدقة الصدقات كثيرة ليست في المال فقط فيا أخي الفاضل بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا وشيء نكرة ولذلك أي شيء يعني لو كان درهم يسير تتصدق به يكتب لك الأجر الكثير خلاص أختي زهراء من الجزائر أعتذر منك أم خالد من عمان ووقت البرنامج انت لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكما أشكركم على المتابعة أشكر طاقم البرنامج على جهودي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة إذا فاتتك هذه الحلقة بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر